لقد نصرح الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وضاقت عليكم الأرض بما رعبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى الهؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله على من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ما مهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا في يوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون وقالت اليهود عزيون بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفوالهم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يفكرون اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليأبدوا إلى من واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشكرون يريدون أن يطفعوا نور الله بأفوالهم ويأبى الله إلا من يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالبنى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرغبان ليأكلون لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكلزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجلوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشور عند الله إثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروم ذلك الدين القيم فلا تغلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطنوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا تضروا شيئا ثم لا تضروا شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء طدير إلا تضروا إلا تنفروا فقد نصر الله إذ أخرجوا الذين جفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترهها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله